قياسية في افريقيا وممثل مصر الوحيد في مونديال الاندية حتى عام 20-25 ويا رب دايما يعني من نجاح لنجاح لان احنا الحقيقة يعني لغاية دلوقتي حققنا تارجت مناسب جدا في عام 20-23 عايزي بقى نختمها بقى ويكون ختامها مسك زي ما بيتقال المطلوب بكرة اننا نختم السنة ببطولة يعني محلية اول مرة تقام بهذا الشكل او بهذا النظام الجديد مع الوضع في الاعتبار حالة الارهاق الغير طبيعية اللي بيمر بيها لعيبة النادي الاهلي بسبب كل اللي انا عمل اقوله حقدرتكم عليه من اول حلقتنا النهاردة كولر اكيد عامل حسابه من خلال التدريبات والاستعدادات يعني البدنية للماتش عشان ما نشوفش برضو اي حالات ارهاق زي ما شفنا في اللقاء الاخير مباراة فيوتشر بكرة ان شاء الله اكيد مباراة مش سهلة باي حال من الاحوال وعلى كل الاصعيدة هي مباراة مش سهلة اكيد هيبقالها حسابات تانية خالص عند ميستر مارسل كولر اللي فضل انه يعني يريح اكتر من لاعب واكتر من نجم في مباراة سيراميكا كليوباترا زي كهربا مثلا وزي مروان عطية واكيد المباراة المباراة النهائية بيبقى مطلوب فيها بقى استغلال مش الفرص استغلال انصاف الفرص بل وارباع الفرص كمان انجاز التعبير ده غير ان فريق فيوتشر الحقيقة ماشي بشكل جيد جدا في المسابقة المحلية وكمان في البطولة الكونفدرالية ومعه مدرب مجتهد وهو البرتغالي ريكاردو النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة بطولة السوبر المصري ليه؟ لان النادي الاهلي فاز بيها تلتاشر مرة من اجمالي عشرين نسخة في حين ان اقرب المنافسين لنا هو نادي الزمالك احنا تلتاشر نادي الزمالك اربع مرات يليه نادي المقاولين العرب مرة وحيدة وطبعا نفس الكلام حرس الحدود وطلائع الجيش يعني ان شاء الله يعني يكون ختامها مسك وبإذن الله بنتمنى كل التوفيق للنجوم النادي الاهلي والجهاز الفني والميستر كولر ويا رب ان شاء الله نختم عشرين تلاتة وعشرين ببطولة غالية جدا قبل بقى فترة التوقف الدولي اللي حتكون مع منتخب مصر في الكان عايزين برضو نفكر جماهرنا بان اللعيبة يعني منتظرين دعمكم اكيد في اللقاء النهائي وممكن جدا حضرتك تحجز تذكرتك من خلال الكيو ار كود اللي حضرتكم او اللي احنا هنعرضه لكم حالا على الشاشة وكمان هتلاقوها على الصفحة الرسمية للنادي الاهلي وعن طريق الرابط اللي برضو هيظهر على الشاشة خلال لحظات قدام كل حضرتكم ومجلس ابو ظبي الرياضي قال ان التذكر ما زالت متاحة وما زالت مطروحة بكافة الفئات انا واحد من الناس واعتقد ان كلنا كاهلوية ما عندناش ضرر شك في تواجد جمهور النادي الاهلي كالعادة وراء رجالته وراء فرقته في ماتش النهائي بخصوص بقى سير المباراة مباراة نهائي كأس السوبر فالمسؤولين في اتحاد الكرة اكدوا على ان مباراة النهائي ستشهد اللجوء الى الوقت الاضافي في حالة انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل قال المسؤولين في الاتحاد ان اللائحة بتنص على الاحتكام لركلات الترجيح في مباراة نصف النهائي وتحديد المركزين التالت والرابع لكن اللقاء النهائي او ماتش الفاينل بيكون فيه وقت اضافي ثم ركلات ترجيح اذا انتهى الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل احنا نتمنى ايه؟ ما نتمناش ان احنا نوصل للمرحلة دي نتمنى ان ان شاء الله النادي الاهلي يحسم اللقاء ومن الشروط الاول كمان وبنتيجة تريحنا لكن تاني نرجع ونقول عشان فيه ناس بتتعامل مع النوع ده من اللقاءات بشيء من الاستسهال احنا بقلنا من اول اسبوع بنتكلم والحقيقة سيبكم بقى من اللي احنا قلناه من اول اسبوع بشكل عام احنا في الموسم ده والموسم اللي فات ويمكن اللي قابليه كمان اعتقد ان احنا شفنا اكتر من مرة ما يؤكد على ان مفيش حاجة اسمها ماتش سهل وفي المتناول بيبقى مجرد احساس انطباع عام ثقة موجودة عندنا كجماهير وثقة بطبيعة الحال موجودة احنا مشجعين للنادي الاهلي النادي ده كافيه ان هو يولد الثقة في اي حد في الدنيا لكن لما نيجي نتكلم بقى بموضوعية ونحسبها بالورقة والقلم لا في حاجات كتير لازم تتخذ في الاعتبار ولو الكلام ده طبقناه بحزفير وعلى اللقاء بكرة فهو لقاء مش سهل باي حال من الاحوال